اوكرانيا توعدت ايران بعواقب وخيمة في تلميح واضح بان الامور قد تصل الى ضربات عسكرية مباشرة ليس فقط باتجاه طهران وانما باتجاه المصالح الايرانية في الشرق الاوسط وحتى في افريقيا تفاصيل هذا الامر كانت قد نشرت ببيان الرسمي في الاربع وعشرين ساعة الماضية من قبل وزارة الدفاع الاوكرانية وعدد من الاوساط الاوكرانية المهمة مثل الكييف بوست وهذه التلميحات والوعود جاءت بعد يوم واحد من تقارير خطيرة صدرت من الوالس تريد جونال وحتى التايمز البريطانية الوالس تريد جونال قالت من الولايات المتحدة الامريكية ابلغت حلفائها بان مئات الصواريخ الباليستية الايرانية الان قد وصلت فعلا الى روسيا وروسيا تستعد لاستخدام هذه الصواريخ على اهداف اوكرانية في الداخل الاوكرانية تايمز البريطانية ذهبت بتفاصيل ابعد من ذلك هي قالت بان هذه الصواريخ هي من صواريخ فاتح ثلاثمائة وستين التي يصل مداها من مئة الى مئة وعشرين كيلو مترا وبان هذه الصواريخ عبارة عن مئتي صاروخ وانتقلت وانطلقت من الاراضي الايرانية الى روسيا قبل اربعة ايام فقط من اليوم اي نتحدث عن الرابع من سبتمبر وبانها انطلقت عبر بحر قزوين بهذا الشكل كما تلاحظون وذهبت مباشرة من بحر قزوين الى طبعا الى روسيا في الداخل الروسي في نهاية المطاف قد وصلت فعلا وهذا هو الامر الذي اثار انتباه الكثير من الاوساط ليست فقط الاوكرانية وانما الغربية بشكل عام بان الامور قد تتطور بشكل خطير وبان خبراء من الاندبندنت البريطانية كانوا قد ذكروا بان هذه الصواريخ تحديدا ستستخدم على الخطوط الامامية الخطوط الامامية في المواجهة بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية ايضا على سبيل المثال القوات الاوكرانية المتواجدة في دانيتك وفي زاباروجيا وحتى على مستوى خيرسون وكذلك فيما تبقى من لوغانسك وان هذه الصواريخ من الممكن ان تستخدم على العديد من المواقع المهمة مثل المواقع العسكرية الاوكرانية مراكز القيادة او المواقع اللوجستية التي تمد هؤلاء المقاتلين في عملية القتال ضد القوات الروسية وايضا في نفس الوقت ايضا خزانات الوقود تحديدا خزانات الوقود التي تستخدم في عملية تزويد الدبابات والمدرعات الاوكرانية بالوقود الكافي لان تكون حاضرة في عملية المواجهة وهذه المسألة التي ستساعد في نهاية المطاف القوات الروسية باستخدام صواريخ فاتح 360 بضرب هذه المواقع لاضعاف قدر الامكان القوات الاوكرانية ودفعها الى الخلف وبالتالي جعل القوات الروسية قادرة على التقدم للسيطرة على زاباروجيا وعلى دانيتك ولوغانسك من الاجزاء البسيطة التي بقيت منها وقد تدفع كذلك القوات الروسية لكي تبحث عن عملية ايضا عبور نهر دينيبرو الذي انسحبوا منه اساسا والوصول الى كامل خيرسون من اجل السيطرة عليها كذلك الامر يجب ان لا ننسى ممكن ان يطال كيرسك والقوات الاوكرانية المتوغلة حتى هذه اللحظة والتي لا زالت حتى يومنا هذا تتقدم في تلك المدينة وتحقق الكثير من الانتصارات هذه الصواريخ تحديدا ممكن ان تستخدم على وجود القوات الاوكرانية في كيرسك وكذلك في النقاط او المواقع التي تعتبر نقاط اللوجستية في عملية دعم هذه القوات للاستمرار في التواجد في كيرسك او حتى في التوسع في كيرسك بالتالي ضرب هذه الخطوط الخلفية ارهاق واستنزاف القوات الاوكرانية في كيرسك ستكون مهمة هذه الصواريخ الايرانية تحديدا وروسيا تريد الاستفادة في حقيقة الامر من الصواريخ الايرانية وكذلك من صواريخ كوريا الشمالية التي تسلمتها في المواجهات الداخلية مع اوكرانيا والابقاء على ترسانتها الصاروخية المهمة للغاية للمهام الاصعب على سبيل المثال في توجيه الضربات على مراكز القيادة والمواقع المهمة والحساسة الموجودة في العاصمة الاوكرانية كييف وكذلك الحفاظ على الترسانة الروسية لما هو اهم بكثير من كل شيء ألا وهو توسع الصراع مع حلف النيتو في حالة الامور تصاعدت فان روسيا تحافظ على الكثير من ترسانتها وتستخدم الصواريخ الايرانية الرخيصة الثمن وكذلك ايضا القادمة من كوريا الشمالية في مثل هذا الصراع والحفاظ على ترسانتها المهمة للغاية وهذا هو الامر الذي دفع في نهاية المطاف اوكرانيا ان تتحدث عن طريق وزارة الدفاع الاوكرانية ان تقول ببساطة بان هذه الامور ستؤدي الى عواقب وخيمة في العلاقات الثنائية بين البلدين بين اوكرانيا وبين ايران وسبق لأوكرانيا عن طريق العديد من المسؤولين هددت بشكل مباشر ايران بانها ستضرب ايران بشكل مباشر بسبب ان ايران زودت اوكرانيا بالعديد او زودت عفوا روسيا بالعديد من الطائرات المسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة التي تحولت الى سلاح استراتيجي مهم بالنسبة لروسيا في الحرب ضد اوكرانيا وهذه المسألة ايضا قد ظهرت من قبل اوكرانيا بشكل رسمي بالرسالة قد ارسلتها اوكرانيا الى جي سفن هذه الرسالة كانت مكونة بحسب The Guardian في سبتمبر من العام الماضي مكونة من 47 صفحة طلبت من خلال هذه الرسالة من الجي سفن ان تزود هذه الدول اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وذلك لتقوم اوكرانيا بالرد على ارسال هذه الطائرات المسيرة التي اصبحت مميتة بالنسبة للاوكرانيين ويقوموا بضرب المصانع ومصانع الطائرات المسيرة في داخل ايران ومصانع الطائرات المسيرة كذلك في روسيا ومصنع للطائرات المسيرة اخر في سوريا يقوم بعملية تهريب قطع الطائرات المسيرة من سوريا عبر البحر المتوسط مباشرة الى السواحل الروسية ويتم تجميع قطع الطائرات المسيرة لكي تستخدم على أوكرانيا قامت بطلب هذا الأمر وطبعا الجي سيفن والولايات المتحدة ابتعدت عن الذهاب بإعطاء هذا الضوء الأخضر لأوكرانيا القيام بمثل هذه العمليات لكن هذه التطورات مع عدم وجود أي تأثير من الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا لمنع إيران من رسال هذه الصواريخ لروسيا هي تفتح الباب لتعاون أكبر بين أوكرانيا وكذلك بين إسرائيل في مواجهة إيران لأن إيران لم تعد تشكل خطرا مباشرا على إسرائيل فقط وإنما بدأت تشكل خطرا استراتيجيا مهما على الأوكرانيين الذين أبدو قلقهم منذ العام الماضي بأن الصواريخ الإيرانية ستشكل خطرا كبيرا على منظوماتهم الدفاعية وهذا يفتح الباب على جبهات أخرى ليس بالضرورة بعمليات أوكرانية باتجاه إيران وعلى عمقها بشكل مباشر لا بل أن الأمر قد يرتبط مباشرة بجبهات مثل السودان والسوريا على سبيل المثال إذا ما ركزنا على السودان سبق وأن كانت هناك العديد من اللقطات والأمور المثبتة على طائرات شحن إيرانية من نوع قشم وهي تحلق من إيران مباشرة إلى بورت سودان على سبيل المثال الشهر الماضي ظهرت هذه الطائرة وهي تحلق وتنقل الطائرات المسيرة لصالح الحكومة السودانية في مواجهة قوات الرد السريع وكذلك قبل شهرين كانت هناك طائرة أخرى ثبتتها لفلايت ريدار 24 بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب هذه الطائرة تحديدا التي ترونها هنا التي وصلت للسودان قبل شهرين محملة بالطائرات المسيرة من نوع مهاجر ستة ظهرت بالقمر الصناعي بهذه الطريقة كما تلاحظون نقترب منها هذه الطائرة كيف إنها وصلت متابعة بالأقمار الصناعية العديد من التقارير السابقة أكدت هذه المسألة بلومبرغ بداية هذا العام أكدت أن هناك نقلا للطائرات المسيرة الإيرانية وهناك كثير من اللقطات التي أكدت هذه المسألة ما هو أخطر هو ما صدر خلال هذا العام أيضا من قبل الكييف بوست بشكل حصري عن وجود عمل كبير من قبل القوات الخاصة الأوكرانية داخل السودان ونقلوا لقطات كما تلاحظون في فبراير من هذا العام للقوات الخاصة الأوكرانية داخل السودان وهي تقوم بعمليات ضد قوات فاغنر الروسية التي أيضا تعمل في داخل السودان فتحوا جبهة ضدهم هذا يوضح أن القوات الخاصة الأوكرانية لا تعمل فقط ضد روسيا ضمن الحدود التي تأتي بين أوكرانيا وبين روسيا لا أبدا بل هي في السودان وهذه أكدتها أيضا مصادر أمريكية وغربية مهمة مثل الـ CNN الأمريكية وأيضا في نفس الوقت بعد ذلك أو قبل ذلك في شهر يناير كما تلاحظون أيضا الكييف بوست بلقطات حصرية أكدت مسألة أخرى وجديدة إلى أن القوات الخاصة الأوكرانية تعمل أيضا في سوريا ونقلوا هذه اللقطات الحصرية للقوات الخاصة الأوكرانية تقاتل مع المعارضة السورية ضد القوات الروسية التي تدعم أساسا النظام السوري بشار الأسد وذكرت هنا القنيطرة كما تلاحظون وظهر شعار القوات الخاصة الأوكرانية وكما تلاحظون هنا بعض اللقطات من الطائرة المسيرة للقوات الخاصة الأوكرانية تشير إلى أحدى المطارات الموجودة في الداخل السوري وإذا ما أخذنا هذه الصورة وحاولنا أن نقترب منها ستلاحظ بأن هذه الصورة تحديدا هي توضح بشكل واضح بأننا أمامه في حقيقة الأمر هذه اللقطة الآن تلاحظون هذه الصورة هي التتطابق مع أحدى المطارات الموجودة إلى شرق حلب دعونا نتجه إلى شرق حلب مباشرة بالقمر الصناعي لنفس هذه اللقطة لنفس هذه الصورة لاحظ لنتجه بالقمر الصناعي الآن ونحاول أن نقترب من حلب هذه هي حلب التي سنقترب منها إلى شرقها سيكون هناك مطار كويرس العسكري الذي هو يأتي بهذا الاتجاه شمال غرب هذا المطار نلتف 180 درجة سنلاحظ بأننا أمام نفس اللقطة تماما التي رأيناها قبل قليل هذه هي نفس الموقع ونفس الصورة التي رأيناها لاحظ هنا إذا ما قمنا بتكبير الصورة كل شيء متطابق مع الصورة السابقة مما يوضح أن الطائرات المسيرة الأوكرانية هي تعمل في حقيقة الأمر باتجاه حلب باتجاه القنيطرة وباتجاه هضبة الجولان التي تعتبر نقطة رئيسية أيضا ما بين الجولان وما بين القنيطرة في القنيطرة هناك قوات روسية وبالتالي تعمل هذه القوات الأوكرانية ضدها وعلى هذا الأساس فإن القوات الخاصة الأوكرانية نلاحظ بأنها ليست في أوكرانيا فقط وإنما كما تحدثنا هي موجودة في سوريا وكذلك في السودان وهذا يفتح الباب ليس فقط لمواجهة الروس في هذه المناطق تحديدا لا أبدا بل هو يفتح الباب لمواجهة النفوذ الإيراني تحديدا المتواجد في هذه المنطقة في سوريا وأن تكون القوات الأوكرانية حاضرة في هذه المواجهة ضد القوات الروسية طبعا وأن تحاول ضرب النفوذ الإيراني في هذه المنطقة أو ضرب حتى النفوذ الإيراني الموجودة أساسا في السودان وكذلك يجب أن لا ننسى أن الأوكرانيين قد يعملون مع الإسرائيليين الذين يشعروا بخطر كبير للغاية الآن من الظروف من طبيعة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الإيرانيين الانتخابات تقترب الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الأمور بشكل كبير وحتى حلف النيتو والدول الأوروبية بحاجة نوعا ما للتنسيق مع الولايات المتحدة في حالة أي تصعيد كبير وبالتالي يفتح باب لتعاون كبير بين أوكرانيا وبين إسرائيل لضرب كل ما هو علاقة له أو لإيران علاقة له في الداخل أو حتى في الخارج في منطقة الشرق الأوسط وهذا هو الأمر بالضبط الذي أكده مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم بعدد من النصوص المهمة وقال المركز الآتي سيؤدي هذا التطور إلى إيجاد نوعا من التعاون الأمني الاستراتيجي بين إسرائيل وأوكرانيا لتبادل المعلومات الميدانية وتنسيق العمل بتنفيذ العمليات الخاصة ضد المصالح الإيرانية في سوريا ردا على قيام إيران بالتعاون العسكري مع روسيا وأشاروا إلى القنيطرة وأشاروا أيضا إلى دير الزور بهذا الشكل نرى أن أهم المناطق التي يمكن استهدافها من قبل الأوكرانيين هي منطقة دير الزور والتي تحوي أكبر تشكيل عسكري مرتبط مع إيران من حيث عدد المواقع والمقاتلين وبالتالي نحن أمام تطورات وجبهة جديدة جبهة أوكرانية إيرانية لن تكون منحصيرة فقط فيما هو قادم على إيران كما تحدثنا بل جبهات كثيرة للغاية ونتحدث هنا عن جبهة سوريا وحتى جبهة السوداء